شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الندوة الاستراتيجية للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان أفاق بناء وتطوير الجيش المصري خلال الخمسين عاماً اعتباراً من انتصارات أكتوبر 1973 والتي نفذها مركز الدراسات الاستراتيجية وذلك في إطار خطط الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثي 2022-2023 اجتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية قدمها عدد من القادة العسكريين وأساتذة العلوم السياسية والبحث الاجتماعية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين عقبها تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة التي تهدف إلى حماية ركائز الأمن القومي المصري وأكد الفريق أسامة عسكر حرص القوات المسلحة على المشاركة في تقديم رؤى لمواجهة التطورات الطارئة والمؤثرة مشيداً بالجهد المبذول في هذه الندوة وأهميتها في دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع في ظل تحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة